مملكة البحرين اقتباس من قول ملكي واضح ليس بجديد أن يتم التأكيد على مضمونه وحتى بالإشارة إليه والإبقاء على ما اعتادت البحرين سلك طريق النهج الإنساني في سبيل الحفاظ على تكوينة مجتمعها المتناغم الذي يتعايش تحت سخفه كل مواطن كان أم مقيم وإن اقتلفت معتقداتهم وجنسياتهم إلا أنهم يتحدثون بلغة واحدة هي لغة الانتماء لأرض البحرين التي ما زالت تعطي ولا تبخل وتستمر بلادنا في سياق أولوياتها بالمحافظة على الحقوق الإنسانية وحمايتها تحت رعاية مؤسساتها القانونية المستقلة ومن ضمن ما نتج عن تلك الجهود البرنامج الشامل للعقوبات والتدابير البديلة الذي نحرص على تحقيق أهدافها النبيلة بمنح فئاته المستفيدة أملا جديدا لاستغرار أسرهم ولمستقبل واعد من العطاء والإسهام في بناء مجتمعهم مستندة إلى عمق التوجيهات الملكية السامية تستمر مملكة البحرين وضمنها سياق أولوياتها الأساسية الرحبة بالمحافظة على النهج الإنساني وحماية كل نفس تحت سمائها من أي استهداف للمبادئ السامية التي تمنحها راحة في العيش لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات تؤدى تحت رعاية المؤسسات الدستورية والقانونية المستقلة التي تعي أهمية تفعيل منظومة الحقوق والحريات بين أركانها وبشكل يتوافق مع التزامات المملكة المنبثقة عن السكوك الدولية والإقليمية في هذا المجال صور عديدة رسمت لتوضع في إطار الأفعال الحكومية ونتاج خططها التي وامها انتقاء الألوان الزاهية التي تليق بها إحدى تلك الصور ما نجحت به البحرين ممثلة بالحكومة المؤقرة في مواجهتها لتداعيات جائحة كورونا وكيف وجهت العناية الصحية المطلقة لكل القاطنين في المملكة دون تمييز وعطفا على ما سبق برزت العديد من المبادرات التي تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحقوقي ولعل من أبرزها البرنامج الشامل للعقوبات والتدابير البديلة الذي هدفت المملكة من خلال تطبيقه إلى منح الفئات المستفيدة منه أملا جديدا لاستقرار أسرهم ولمستقبل واعد من العطاء والإسهام في بناء مجتمعهم إضافة إلى مشروع السجون المفتوح الذي يعتبر مشروعا حضاريا وإنسانيا يؤكد على ما تنتهجه البحرين من سياسات تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وتعمل على تطوير المنظومة العدلية التي تضع مصلحة المحكوم ضمن اهتمامها ليعود إلى حياته بشكل طبيعي بعد تأهيله وأخيرا وليس آخرا ما زالت البحرين تحافظ ولسنوات عديدة على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى بتصطيف الدول الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك يأتي تتويجا للجهود الوطنية المخلصة في مجال إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات ومواصلة التصدي الحازم لظاهرة الاتجار بالأشخاص ما ذكر آنفا يمثل انعكاسا لتطور ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين وهو خير دليلا على احترام الكرامة الإنسانية وإعمال وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية باعتبارها المحور الأساسية للتقدم والارتقاء في الدول التي اتخذت من الديمقراطية نهجا ومن التعايش والإنسانية ثقافة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات